السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جريد اليوم سأتكلم لكم عن السفتير جديد وهو الايوز 13.5 طبعا هذه النسخة الأولى يعتبر من الايوز 13.5 لكن سمعتها النسخة الثالثة لأن ادمجت بين 13.4.5 مع 13.5 تتكلمتان في الفيديو أول ما طلعت النسخة هذه فهذا الفيديو سيكون بس انطباعي للنسخة و كيف استخدامي لها المدة تحين 3 أو 4 أيام بالنسبة لي أفضل النسخة من النسخة الثالثة أفضل من الثانية الأولى كانت ما فيها شيء ما بدك الدرجة يعني ما فيها مشاكل لكن النسخة الثانية كانت عندي مشاكل كثيرة وتكلمت لكم برضو في فيديو و قلت لكم المشاكل اللي كانت تتواجهني في النسخة لكن الحمد لله في الايوز 13.5 حلت كل شيء في هذا النسخة محلولة حركة أو مشكلة بره بره محلولة مشاكل كثيرة في الإيميل برضو على كلام بعض الناس يقول لكم محلولة محلولة في أشياء كثيرة هي تغريبا النسخة هذه و برضو فيها ميزات الشيرنج لحق الميوزك فتكلمت عن النسخة كلها لذي يعرف النسخة كامل لازم يشوف الايوز اللي سويتها النسخة تجربية والثانية وهذه الثالثة وهذه مضباعي لها البطارة ممتازة بالنسبة لي فاستخدامي طبعا استخدمت أنا بالكيس تولي مغير فصل الكيس استخدم هذا الكيس لكن لأيام اللي راحت كنت استخدم البطارية كاستخدام سكرين اون تايم ثلاث عشر ساعة طبعا مع الكيس مع أبل باتري كيس هذا ليس فاصلا وقعد استخدم فبطارية ممتازة ما فيها اي شيء شبكة ممتازة عندي ما شف فيها تقطيع ما شفت فيها اي شيء الواي فاي برضو ممتاز فبالنسبة لي سوفتوير جاهز لحق الاخراج أو جاهز لحق الاستخدام الطبيعي ما فيه اي مشاكل برا برا وحلوها هنا هنا برضو نزلت ابل تكلمت عنها كل الميزات دي الفيس اي دي اللي صرت لابس ماسك على طول طلعك رقم السري وبرضو نزلوا ميزة لحق كورونا فلو بنخش هنا ننزل حق الهيلث تكلمت عنها في النسخة 30.5 السبوع اللي راح تكلمت عنها تكلمت عنها كامل اللي بيعرف ما الميزات والاشي هناك موجودة برضو نزلوا هنا اللي هو الفيس تايم لو بنخش وننزل اخر شي تحت مثل ما نشوف هنا نزلوا هذي الميزة اللي هي لو تستخدم الفيس تايم مع قروب مع شخاص تعرف ان اذا كنت تكلم شخص ومع كذا شخص تشوف الشخص اللي تكلمه يكبر واللي ما يتكلم ينزل اي شخص تكلم تشوف الصور حقي دي تكبر وتطلع ترجع كده بعض الشخاص بيحبونها فقبل حطتك ميزة انك تقدر توقفها فتغريبا هندي كل الميزات انطباعي لها طبعا هنالفيديو بانطباعي اعتبر بس فكل شي ممتاز وقلت لكم عن كل الميزات اللي نعرفها الى الان فهذا السوفتوير متراح ينزل السوفتير ما احد يدري الاسبوع هاد ان شاء الله ابو راح تنزل السوفتير هذا وتنزل السوفتير ثاني يعني احنا كنا متوقعين ان ابو راح تنزل السوفتير اسبوع اللي راح بس منزلت لحق العام ما قصد هذا السوفتير لحق المطورين ففي حلول في كل شي ابو ممكن تنزل هذا السوفتير للكل او تنزل السوفتير ثاني فالى الان ما ندري منتظر السبوع هادة يمكن لثنين ثلاثة بالكثير ربوع ان شاء الله ينزل السوفتير للكل يمكن هادة يمكن سوفتير غيره فبس هذا انطباعي وهذا مغران الحق مدة تقريبا ثلاثة ايام واربع ايام انطباعي لحق استخدامي للسوفتير ففي نهاية الفيديو تنسو نفتارك الغناء وهذا حسابي في سنمشات تشرف بيطباتكم ونشر المقطع وعملك المقطع وتعليقاتكم تحت اهمني ولا تنسوني فضل دعاكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة